أستاذ عبد الرحيم أسهل وأسرع قرار جاء في قرارات الجمعية العمومية هي الموافقة على الاستقالات مبكرا لأن الجمعية العمومية من خلال مقطعات الاجتماع الأول وضغطها على رئيس تحاد العام كانت هي صاحبة القرار في استقالة رئيس تحاد العام اللي أولا نحن انتقدناه كثيرا رأى النقد في شخص هو مش في شخص هو في صيفتك رئيس تحاد عام في دارة الاتحاد العام حقيقة لكن لم نطعن لا في شخصته ولا في ذمته المالية ولا في دارة المشهد الكروي في ليبيا نحن طعننا في سياسته العامة في هذا الموقع لكن هو استقال أنا نحيي على استقالته وأنا كتبت بسط على صفحتي أنا كتبت أن الاستقالة شجاعة شجاعة الاستقالة سميتها شجاعة الاستقالة لكن تأخر كثيرا حقيقة لأن حطنا في نفق الآن عارف اثنين ترك موروث قصة قرار 57 وتصعيد الفرق يعني موروث مفخخ لمن يأتي بعده قبول الاستقالة ما كانش مفاجئ كان عمر طبيعي يعني تقريبا الاستقالة شبه أرغم عليها هو يعني من الأعضاء لأنها مقاطعة كانت كبيرة جدا في الاجتماع في الاجتماع اللي هو قدم فيه استقالته كانت مقاطعة كبيرة من كل الأندية بدليل الحضور اليوم كان للي قاطعه أمس كانوا حضره اليوم بالكامل كانت القرار مسبق من الجمعية العمومية الجمعية العمومية الآن يعني أتمنى منهم كأندية أراكم أمام مرحلة تاريخية أراه الجمعية العمومية أراكم مفروض نذكركم بالاسم لأنكم سيكتب التاريخ إما أنتم أصلحتم عرابة كرة القدم من خلال قراراته تعدتوا عن الأنانية أو أنتم بالفعل ستكونوا بيت الداء لكرة القدم طيب خلوني نمشي للأستاذ بشير ميلاد أستاذ بشير وصلت الأندية بعد مقاطعتها يوم الأمس للانتخاب الأول وبحسب لوائح النظام الأساسي تؤجل حتى اليوم الثاني جاءت الأندية في طايرة خاصة من المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية ووصلت إلى ترابلس وحضرت الاجتماع وتم الموافقة على إعفاء الشلماني من منصبه هذا هو